أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة اليوم أن عدد إغرارات الذمة المستلمة بلغت حتى الآن 12 ألف إغرار شكلت ما نسبته 95% من إجمال عدد الخاضعين لأحكام القانون في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لفتت نزاهة إلى أنها حققت تقدما ملحوظا عبر إعداد مجموعة من الدراسات القانونية لمعالجة الثغارات المؤدية للفساد في المنظومة التشريعية والتي أثمر عنها صدور القانون رغم 13 لسنة 2018 بشأن حضر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية وأضافت أنها فعلت عدد من البرامج المشتركة ذات الطابع التوعوي والتثقفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية كما قامت بتشجيع عدد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنية